تشير التقارير والمواقف الدولية إلى حجم المعاناة التي يمر بها الناشطون والمتظاهرون في العراق ويدرك الجميع أنهم يتعرضون بشكل شبه يومي للتصفية الجسدية والترهيب المؤدي إلى التهجير بعد خمسة عشر يوما من بيان لثماني عشرة بعثة دبلوماسية أدانة اغتيال الناشطين في العراق يصدر تصريح جديد للبعثة الاستشارية لالتحاد الأوروبي في بغداد تدعو فيه السلطات الحكومية إلى التحقيق والمساءلة والكشف عن المتورطين بعمليات الاغتيال المستمرة والمتصاعدة وتطلب من حكومة الكاظم تحقيق التعاون في المجال الإنساني لإيقاف تلك العمليات الدعوات الأممية والأوروبية تأتي في سياق يتعارض مع التشخيص الحقيقي لعمليات الاغتيال والمسؤول الرئيس عنها إذ لا يختلف متظاهران في العراق على أن الميليشيات تنفذ الاغتيالات بتخطيط إيراني وتستهدف الناشطين على وجه الخصوص لأنهم حجر الأساس في ثورة تشرين الهادفة إلى جعل العراق وطنا متحررا من التبعية الأجنبية ولا شك أن الدول الأوروبية تدرك التماهي وتقاسم الأدوار بين رؤساء الكتل السياسية وزعماء الميليشيات ومع ذلك تصر على جعل الحكومة طرفا يطلب منه إنهاء هذه الجرائم بدلا من إدانته علاوة على ذلك كله لا تعد الحكومة طرفا فاعلا يمكن الاعتماد عليه بحماية المتظاهرين فكلما تشكلت حكومة جديدة وعدت بفتح تحقيق بعمليات الاغتيال لكن ما يحصل هو العكس تماما تتفاقم ظاهرة اغتيال الناشطين وتتعدد طرقها وخصوصا عندما يرفع المتظاهرون سقف مطالبهم وينادون بإسقاط العملية السياسية الإصرار الدولي على التعامل مع الحكومة في العراق كطرف مسؤول عن حماية الناشطين يعطيها سك براءة من دمائهم ويخالف المبدأ والهدف الذي من أجله سالت تلك الدماء ترجمة نانسي قنقر